بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم يسرني أن أرحب بكم أنا أخوكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية في الفيديو السادس والخمسون والخاص بمنهج أساسيات وصيانة الحاسوب واللي بيغطي منهج A+, شاهد تعلم واستمتع متطلبات تثبيت الويندوز فيستا وتعتبر هذه المتطلبات هي الحد الأدنى من المتطلبات اللي يجب توفيرها اللي أن تكون متوفرة في جهاز الكمبيوتر لكي يتم تثبيت الويندوز فيستا فلدينا المعالج يجب أن يكون 1 جيجا هيرتز فما فوق عندي ذاكرة الرام يجب أن تكون 1 جيجا بايت فما فوق عندي القرص الصلب أن يكون لديه 15 جيجا مساحة خالية 15 جيجا منها راح يكون في جزء منها لتثبيت الويندوز فيستا والجزء الآخر راح يتم استخدامه في عمليات الويندوز فيستا بشكل عام تثبيت الويندوز فيستا يوجد أدينا نوعين لتنزيل ويندوز فيستا وهما عندي الكلين انستول وعندي عملية الابغرادين تو ويندوز فيستا النوع الأول اللي هو الكلين انستول اللي هي فكرته هو تنزيل نسخة الويندوز على الجهاز مباشرة بحيث أنه هذا الجهاز لا يوجد به ويندوز أو يتم حذف الويندوز الموجود من خلال الفورمات أو تنزيل الويندوز فيستا على برتشن آخر لا يحتوي على ويندوز ومثلا برتشن آخر يحتوي مثلا على الويندوز اكس بي بس البرتشن راح نزل عليه الويندوز فيستا زي مثلا الـ DLE يعني جزء من أجزاء القرص الصلب لا يحتوي على الويندوز هذه كلها طرق تمثل الكلين انستول النوع الثاني اللي هو ايش عملية التحديث الى الويندوز فيستا ورح نبدأ كلامنا مع الكلين انستول الكلين انستول مع ويندوز فيستا كانت البداية لظهور مجلد وهو مجلد بيتم استخدامه في حال كان هناك ويندوز قديم تم ازالته من خلال الفورمات ومن ثم تنزيل الويندوز فيستا وكان هناك ملفات خاصة بالمستخدمين في الويندوز القديم عندها سوف يتم نقل الملفات الخاصة بالمستخدمين اللي موجودة طبعا على الويندوز القديم رح يتم نقلها مع طبعا ملفات الويندوز القديم سيتم نقلها الى ويندوز فيستا في داخل ملف الويندوز.old ليتم الاستفادة منها لاحقا تنزيل الفيستا بنوع الكلين انستول طبعا لو كان يوجد لدينا ويندوز قديم ونريد ازالة وتنزيل الفيستا فلدينا طريقة من طريقتين الطريقة الاولى وهي عن طريق وضع الديفيدي عند تشغيل الجهاز وتغيير ترتيب الاقلاع لجعله يبدأ من محرك اقراص الديفيدي وعند الاقلاع سوف تظهر لك رسالة اضغط على اي مفتاح للإقلاع من السي دي او الديفيدي حيث هنا سوف تقوم بنقر اي مفتاح من لوحة المفاتيح فيتم الاقلاع والبدء في عملية التثبيت الطريقة الثانية وهي عن طريق تشغيل الويندوز القديم مثل الويندوز اكس بي والموجود على الجهاز ومن ثم ادخال الديفيدي والدخول عليه والبدء بعملية تثبيت الويندوز فيستا ومن خلال عملية التثبيت تقوم بعمل فورمات للبارتشن فهي الموجود فيه الويندوز اكس بي ليتم تنزيل الويندوز فيستا بنظام الكلين انستول التحديث الى الويندوز فيستا وهي عملية تحديث الويندوز القديم الاكس بي الى ويندوز فيستا الجديد وذلك يتحقق عند توافق الاصطارين القديم والجديد بحيث ان نظام التشغيل الحالي الذي تستخدمه هو يحدد ما هو اصطار الويندوز فيستا والذي سوف تقوم بالتحديث اليه طبعا هذه ايش طريقة للأبغرادنج او التحديث انك تحدث من نظام الويندوز القديم اللي هو الويندوز فيستا في عندي طريقة ثانية ايضا للأبغرادنج وهي ان تحدث نظام الفيستا يعني اصطار الفيستا الاقل الى اصطار فيستا احدث يعني مش احدث لا اقوى مثلا انت عندك اصطار الهوم وتريد تحديثه الى الهوم بريميوم او لديك الهوم بريميوم وتريد تحديثه الى البيزنس وهكذا عندي الجدول التالي يبين لي امكانية التحديث من عدمه والاصطارات الموجودة لدينا عندي مثلا هنا عندي النظام التشغيل الموجود على الجهاز وهل هناك امكانية ان يتم تحويله الى فيستا هوم بيسيك او فيستا هوم بريميوم او فيستا بيزنس او فيستا التيميت زي ما احنا ملاحظين هنا لا يوجد ذكر للفيستا اه اللي هو الانتربرايس طيب نشوف مع بعض انا لو كان عندي الجهاز ويندوز اكس بي هوم فهل راح اقدر احوله الى فيستا يعني او ارقي الجهاز الى فيستا هوم بيسيك نعم طيب فيستا هوم بريميوم نعم استطيع طيب هل اقدر احوله الى فيستا بيزنس لاحظوا من ويندوز اكس بي هوم الى فيستا بيزنس نعم طيب هل اقدر احوله الى فيستا التيميت نعم استطيع طيب لو كان عندي ويندوز اكس بي بروفيشنال نسخة الاكس بي الاحترافية فهل راح اقدر احولها الى نسخة فيستا هوم بيسيك لا لن استطيع وكذلك لن أستطيع تحويلها إلى فيستا هوم بريميوم لكن لن أكون قادر على تحويلها أو ترقيتها إلى فيستا بيزنس وفيستا ألتيميت طيب لو كان عندي ويندوز اكس بي بروفيشنال اكس 64 طبعا لن أتمكن من ترقيته إلى أي إصطار من إصطارات الفيستا طيب لو كان عندي ويندوز اكس بي ميديا سنتر اللي هي 2004-2005 هذه نسخة أو إصطار من إصطارات الـ XB طبعا تهتم أكثر بالميديا اللي هي عرض الفيديوهات وخلافه طيب عندي أنا هنا لا ما أستطيع أن أحوله إلى هوم بيسك أو أعمل أبغريد إلى فيستا هوم بيسك لكن أستطيع أن أعمل أبغريد لفيستا هوم بريميوم لأن أستطيع عمل أبغريد لفيستا بيزنس ولكن رح أكون قادر على عمل أبغريد من إكس بي ميديا سنتر إلى فيستا ألتيمت طيب عندي ويندوز إكس بي تابلت بي سي اللي هي نسخة الويندوز إكس بي المخصصة للتابلت أو الكمبيوترات اللوحية طبعا لن أستطيع تحويله إلى هوم بيسك ولا إلى هوم بريميوم لكن أستطيع تحويله إلى فيستا بيزنس أو ترقيته إلى فيستا ألتيمت طيب لو عندنا ويندوز فيستا هوم بيسك فهل طبعا ما رح أكثر أحوله إلى فيستا هوم بيسك أو هو غير متوفر هذا التحويل ولكن أستطيع تحويله إلى فيستا هوم بريميوم طبعا أما فيستا بيزنس لن أتمكن والفيستا ألتيمت نعم سوف أتمكن من عمل الأبغريد عندنا الويندوز فيستا هوم بريميوم لن أتمكن من عمل تحويل له أو عمل أبغريد للفيستا هوم بريميوم وكذلك لن أتمكن من عمل أبغريد له للفيستا بيزنس لكن أستطيع أن أقوم بعمل أبغريد له على مستوى الفيستا ألتيمت طيب بالنسبة للويندوز فيستا بيزنس طبعا لن أتمكن من تحويله إلى هوم بيسك لأنه الهدف من الأبغريد إنك ترقي من نظام ويندوز قديم أو نظام ويندوز يكون إصطار ضعيف إلى إصطار أقوى لكن طبعا مش هدف الأبغريد إنك أنت ترجع لإصطار قوي إلى إصطار ضعيف هذا شيء غير طبعا يناثي كلمة أصلا أبغريدينك أو ترقية أو تحديث فطبعا الفيستا بيزنس لأنه تمكن طبعا من جعله أو ترقيته إلى فيستا هوم بيسك ولا إلى الفيستا هوم بريميوم لأنه تعتبر إصطارات أقل طبعا هو بيزنس بيزنس فغير متوفر هذا الخيار أما الفيستا ألتميت فنعم نستطيع تحويله من فيستا بيزنس إلى ألتميت الألتميت هي أقوى من البيزنس طب لو كان عندي ويندوز فيستا ألتميت خلاص أنت ما عندك أي خيار يعني لا يوجد أي ترقية على مستوى الفيستا طبعا لكن لو إصطار أحدث زي الويندوز سيفن لا ممكن وقدر نرقي لكن على مستوى الفيستا طبعا ما رح نقدر رجع لا بيزنس ولا بريميوم ولا بيزنس لأن البيزنس أقل من الألتميت وكذلك طبعا ألتميت مع ألتميت غير متوفر أصلا يعني هو أصلا ألتميت إيش نشتفيد من هذا الجدول أنه دائما لما يكون عندك مثلا في العمل في المنزل نظام ويندوز وتريد ترقيته بغض النظر هل هو فيستا هل هو اكس بي هل هو ويندوز سيفن هل هو ويندوز ايت إلى آخره لازم تتأكد يعني تشوف النسخة اللي موجودة لديك وبعد كذا تراجع مع مايكروسوفت من خلال حتى لو سويت بحث بسيط يعني على جوجل رح تظهر لك الموقع مايكروسوفت يبين لك هل من الممكن أن هذه النسخة اللي عندك يعني إيش الخيارات الموجودة لديك لكي تقوم بعمل أبغرادنج مش دائما أن يكون عندك النسخة اللي عندك أنه والله ممكن أن أرقيها لأي إصطار أو لأي يعني المسألة مش دائما تكون مفتوحة يعني فلازم لما تعمل أبغرادنج قبل ما تشتري مثلا نسخة الويندوز الحديثة أو الإصطار الأعلى تأكد أن الويندوز الموجود لديك بإصطاره هو قابل للتحديث للإصطار أنت مخطط أنك تقوم بعمل أبغرادنج له وتعرف ما هي الخيارات اللي مسموح لك أنك بناء على نظام التشغيل الخاص بك أنك تعمل أبغرادنج له على جهازك كذلك نلاحظ هنا في هذا الجدول أن التحديث للويندوز فيستا إما يقوم من ويندوز XP وليس أقدم منه يعني اللي قبل الويندوز XP ما رح أقدر أحدثه إلى الويندوز فيستا وكذلك نلاحظ أنه أيضا التحديث يقوم من إصطارات الفيستا الأقل في الدرجة إلى الأعلى في الدرجة ونلاحظ أيضا أنه ما ينفع زي ما ذكرنا أنه يكون عندي إصطار أعلى في الدرجة أننا أرقي إلى إصطار أقل لأنه وقتها كده أصلا كلمة ترقية أو تحديث فقدت معناها كذلك نلاحظ أنه لم يتم ذكر الفيستا انتربرايس لأنه فعليا هذا الإصطار لا يقبل لا يقبل الـ Upgrading هو فقط يقبل التثبيت من النوع Clean Install إذن الفيستا انتربرايس وهذا السبب عدم وجوده في الجدول هو أنه فقط يقبل الـ Clean Install ولا يقبل الـ Upgrading أو التحديث ورح يقبل فقط أن يتم لما يكون عندي انتربرايس رح يقبل فقط أنه أنا أرقيه إلى فيستا بيزنس فقط للبدء بعملية الترقية أو الـ Upgrading قم بوضع الـ DVD وبعدها رح تظهر لك نافذة التثبيت وبرنامج الإعداد رح يظهر بشكل أوتوماتيكي بمجرد إدخالك للـ DVD وإذا لم يحدث ذلك رح تدخل في داخل الفيستا DVD وفي مجلد الـ Root رح تقوم بالنقر على ملف setup.exe مجلد الـ Root اللي هو المجلد الرئيسي يعني رح تلاقي من ضمن المجموعة المجلدات والملفات عندي ملف اسمه setup.exe هذا امتداده واللي هو امتدادة الملفات التشغيلية ربما تنقر عليها رح تظهر لك نافذة التثبيت ورح تختار بعد كده install now قم بالتثبيت الآن ومن ثم عند تحديد نوع التثبيت رح نختار upgrade وسوف تجيب عن بعض الاسئلة لتتم بعدها عملية ترقية النظام الحالي الى نظام فيستا الموجود لديك على DVD الانتقال الى نظام التشغيل Windows فيستا اثناء الانتقال الى Windows فيستا او عند عملية الانتقال يوجد لدينا اداة ال USMT اللي هي اختصار User State Migration Tool وهي اداة نستطيع تنزيلها من موقع مايكروسوفت ويتم استخدامها من قبل مسؤولي الشبكة بحيث يتطلب ان يكون الكمبيوتر العميل متصل بي اللي هو الكلينت متصل بWindows Surfer اعتمادا على اللي هو رح يلعب دور المتحكم بالمجال وهذا كلام متعلق بشبكات مايكروسوفت حيث تسمح لك هذه الاداء ال USMT بنقل اعدادات ملف المستخدم المتعلقة بالتطبيقات وتكوين سطح المكتب بحيث انك انت رح تنقلها الى الجهاز اللي تم تنزيل ويندوز فيستا اليه حديثا يوجد ادينا ايضا طبعا اداة بالنسبة لأداة ال USMT يوجد ادينا اصطارات ويعتبر عندي الاصطار الثالث لا يتطلب وجود انه متحكم بالدومين اللي هو الدومين كونتولرر فقط رح يحتاج ان يكون فيه حساب اللي هو دومين اكاونت كذلك يوجد ادينا اداء تأتي مع الويندوز فيستا وهي اداة الويت وهي اختصار لويندوز ايزي ترانسفير اللي هي اداة ويندوز السهلة في النقل وهي اداة تقوم بالنقل مرة واحدة لإعدادات المستخدم الخاصة بالتطبيقات والملفات الى ويندوز فيستا الجديد الفرق الرئيسي فيما بين ال USMT وال ال USMT هي انه اا عندي طبعا الفرق بين الويت وال USMT ان ال USMT تقوم بالنقل بطريقة السكريبت بينما الويت هو يتعامل مع طبعا السكريبت يعني نصوص واوامر بينما الويت هو يتعامل مع واجهة رسومية بتتطلب تفاعل المستخدم وتكون اسهل على فكرة في التعامل للوصول الى الويت نستطيع ان ندخل طبعا مش محتاجين ان انا انزله من موقع مايكروسوفت زي ال USMT لا هو موجود مدمج مع من ضمن الويندوز فيستا ستارت عندي اول بروغرامز بعدين اكسوسوريز اللي هي اا قائمة ابداء ومن ثم كل البرامج ومن ثم البرامج الملحقة ومن ثم ادوات المستخدم ومن ثم اا برنامج الويندوز ايزي ترانسفير اذا الفكرة هنا انا ضمن شبكة عندي جهاز كمبيوتر نزلت عليه ويندوز فيستا وعندي المستخدم هو مسجل في داخل السيرفر وهذا المستخدم لديه ملفاته ولديه تطبيقاته بدل ما اروح انا اقوم بعملية النقل لا انا من خلال جهاز السيرفر استطيع ان انا اقوم بتثبيت ونقل هذه الملفات اما من خلال الويت او ال USMT الى الجهاز الجديد اللي منزل عليه الويندوز فيستا بحيث لما يجي المستخدم رح يجد حسابه موجود رح يدخل ال username ال password رح يدخل على حسابه ورح يجد البرامج اللي هو بيتعامل معها والملفات الخاصة به والاعدادات الخاصة بهذا المستخدم وجه ما نح�ت نلاحظين هذه الأدوات الخاصة بنقل الملفات هي مفيدة على المستوى العملي يعني على مستوى الأعمال لما يكون عندي الشي所 الكمبيوتر المتصلة بشبكة بينما على المستوى الفردي هي غير ذات أهمية الويندوز اكتيفاشن أو تنشيط الويندوز هي فكرتها أنه للحد من القرصنة لأنظمة تشغيل ويندوز عندها لم يعد ذلك قامت ويندوز القرصنة هي فكرتها أنك تتنزل نظام تشغيل ويندوز وتتعامل معه دون أن تدفع ثمنه فعشان كذا قامت مايكروسوفت بعدم الاكتفاء فقط بكتابة رقم مفتاح المنتج وإنما يجب الاتصال بموقع مايكروسوفت لتشجيل هذا المفتاح وبالتالي يتم تنشيط الويندوز وذلك بهدف منع جهاز آخر من استخدام نفس رقم مفتاح المنتج وفي حال عدم التنشيط فسوف يظل الويندوز كل فترة يذكرك بعملية التنشيط كذلك بعد التنشيط في حال تم تغيير أو حصول تغيير لثلاثة قطع فما فوق من القطع المكونة لجهاز الكمبيوتر عندها سوف يطلب الويندوز منك إعادة التنشيط لماذا؟ لأنه أنا عندي كل قطع من القطع المكونة لجهاز الكمبيوتر لها بصمة خاصة فيها وبعدين في النهاية جميع المكونات بتتشارك في البصمة الفريدة لجهاز الكمبيوتر لما أغير قطع فأنا هنا بغير في البصمة لو عندي ثلاث قطع من قطع جهاز الكمبيوتر تم تغييرها عندها رح يطلب مني الويندوز أن أنا أقوم بعمل إعادة تنشيط لمفتاح المنتج الخاص بالويندوز عملية التنشيط هي عملية بسيطة حيث بعد الانتهاء من تنزيل الويندوز على الجهاز عندها سوف تظهر لك رسالة تسألك هل تريد تنشيط الويندوز فتختار نعم وطبعا لابد أن يكون جهازك لديه اتصال بالإنترنت حيث عندها سوف يتم نقلك إلى المعالج الخاص بتنشيط أو أكتيفيت الويندوز وسوف يطلب منك تحديد البلد التي تعيش فيها وبعد ذلك لن يتم طلب معلومات شخصية أخرى ومن ثم رح تنقر على تنشيط عندها سوف يتم الحصول على أرقام التعريف الخاصة بالقطع المختلفة المكونة لجهازك ومن خلال الانترنت رح يتم إرسالها إلى خوادم الأكتيفيت أو التنشيط الخاصة بمايكروسوفت هذه الخوادم سوف تقوم بإرسال رمز ليتم من خلاله تنشيط نسقة الويندوز الموجودة في جهازك هذا مع أجهزة الكمبيوتر أما مع أجهزة الهواتف الذكية فهي نفس العملية ولكنه قد تطلب منك إدخال الرمز يدويا اللي رح ترسل لك خوادم التنشيط في حال عدم تنشيطك للويندوز فهو سوف يعطيك مدة زمنية معينة إذا لم تقم خلاله بعملية تنشيط الويندوز وانتهت المدة عندها سوف يتم إيقاف مجموعة من خصائص الويندوز بحيث لن تتمكن من تشغيلها واستخدامها إذن الفكرة من الويندوز اكتيفاشن أو عملية تنشيط نظام التشغيل ويندوز هو يعتبر حماية لحقوق الشركة مايكروسوفت نفسها بحيث أنه سابقا طبعا هذه العملية التنشيط الويندوز ظهرت مع إصطار فيستا فما فوق يعني راح شوفناها فيستا بعد الثمانية ويندوز سيفن لحد ويندوز عشرة فإيش كانت الفكرة؟ عندي في الـ XB والإصطارات الويندوز الأقدم من الـ XB اللي كان بيحدث أنه أنت مثلا عندك الـ Product Key مفتاح المنتج الخاص بالويندوز كان بيتم مثلا إدخاله في ويندوز معين نظام XB مثلا في جهاز كمبيوتر فيتم اعتبار هذه النسخة أصلية ويعمل الويندوز لكن المشكلة الرقم هذا كان ممكن يتكرر استخدامه على مستوى عدد من الأجهزة على مستوى العالم وبالتالي بيحصر نوع من القرصنة لنظام التشغيل ويندوز لأنه راح يتم استخدامه دون دفع قيمته طبعا هذا يؤدي إلى إلحاق الضرر بمايكروسوفت لأنه طبعا لما بتعمل نظام التشغيل بتعمله بهدف ربحي لأنه هي شركة ربحية والهدف منه أنها تبيعه للمستخدم وتقبض الثمن هنا جاءت فكرة الويندوز اكتيفاشن أو تنشيط الويندوز بحيث أنك أنت راح تقوم بإدخال البروتكت كي رقم المفتاح الخاص بالمنتج أو الرقم اللي يعني راح يجيك مع الديفيدي راح تقوم بإدخاله بعد كده أنت مطالب بعمل اكتيفيت له يعني مجرد إدخاله لن يكون كافي حتى لو كان صحيح وحتى لو كانت النسخة اللي معاك أصلية لن يتم قبوله إلا بعد أنك أنت تعمله اكتيفيت تنشيط بحيث راح يتم تخزين هذا البروتكت كي في خوادم أو سيرفرات مايكروسوفت الخاصة بعملية الاكتيفاشن أو عملية تنشيط المنتج اللي هو الويندوز ورح يتم تثبيته أن هذا الرقم خلاص تابع لهذا الجهاز تم تحديده أي جهاز آخر على مستوى العالم رح يستخدم نفس الرقم رح يتم رفضه ورح يتم إخباره أنه لا هذه نسخة غير أصلية صحيح أنت معاك رقم صحيح اللي هو بروتكت كي ساطر من مايكروسوفت لكن هذا الرقم تم استخدامه لدى جهاز آخر وهو مسجل لصالح جهاز آخر فغير مسموح لك بإعادة استخدامه ونسختك الموجودة لديك هي النسخة الغير أصلية نسخة مقرصنة ولن يتم عمل اكتيفيت لها أو عمل تنشيط لها هذه فكرة الويندوز اكتيفاشن وزي ما ذكرنا هي ظهرت مع الفكرة هذه مع ويندوز فيستا فما فوق من إصطارات الويندوز الخاصة بشركة مايكروسوفت تسلسل الإقلاع لويندوز فيستا ملفات الإقلاع الأساسية ويندوز فيستا لكي يقلع فهو يتطلب عدد قليل من الملفات وكل ملف منها سوف يؤدي مهام محددة وهذه الملفات هي تختلف عن ملفات الويندوز اكس بي وانضمة التشغيل الويندوز السابقة وهي كالتالي عندنا أو بالترتيب التالي عندي ملف البوت ام جي ار ام جي ار اللي هي اختصار لمنجر أو البوت مانجر وهو أول ملف رح يتم تحميله لإقلاع الويندوز طبعا اقلاع الويندوز يعني انك انت لما تريد شغل الجهاز يتم تحميل الويندوز فأول ملف رح يكون البوت مانجر وهو يعتبر بديل لملف اللي هو الان تي ال دي ار الخاص بويندوز اكس بي وانضمة التشغيل الويندوز السابقة عندي بعد كده الملف بي سي دي اللي هو اختصار لبوت كونفيجراشن تاتا وهو ملف يحتوي على معلومات متعلقة بنظام التشغيل المثبت على جهاز الكمبيوتر عندي ملف الويندوز 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 هذا الملف الثالث اللي رح يتم تحميله لكي يتم إقلاع الويندوز فيستا وهو يقوم بتحميل الكيرنل او النواة الخاصة بنظام التشغيل بعد ذلك رح يتم تحميل الملف وين ريزيوم دوت اي اكس اي وهو في حال كان النظام ليس يبدأ بداية جديدة وانما استئناف لجلسة سابقة عندها رح يقوم البوت مانيجر باستدعاء الملف اللي هو الويند ريزيوم دوت اي اكس اي طيب اذا كان لأ تشغيل الويندوز جديد وليس استئناف لجلسة سابقة عندها لن يتم تحميله ويتم الانتقال لنتي اوسكر ان ال توت اي اكس اي وهو ملف بيستعين به الكيرنل في حال حصول تلف لالإقلاع حيث من خلال الانتي اوسكر ان ال توت اي اكس اي يتم الاستعانة من خلاله بعملية الإقلاع من الديفيدي رح يتم طلب ادخال الديفيدي لكي يتم الإقلاع وتصحيح الملفات الويندوز اللي فيها مشكلة بالإضافة إلى هذه الملفات فعندي ملفات رح يحتاج إليها الويندوز عند زي ملف الاتش اي اي ا ال توت ديل عندي الاس ام اس اس طبعا بالنسبة الهاي بالنسبة الهاي اختصار الهادوير او الطبقة الخاصة بالقطع المادية للجهاز. عندي هنا الاس ام اس است. هذه اختصار لسيشن مانيجر او ادارة جلسة الويندوز. عندي هنا الوين لوغن. هي اختصار طبعا لويندوز لوغن او اللي هو عملية الملف الخاص بالدخول على نظام التشغيل الويندوز. عندي الاس. الان راح ننظر في المراحل اللي هي خاصة بعملية اقلاع ويندوز الفيستا من البداية حتى النهاية. وهذه المراحل هي كالتالي. المرحلة الاولى طبعا اقلاع الويندوز اللي هي لما اشغل الجهاز ويتم تحميل الويندوز وتشغيله. المرحلة الاولى يقوم النظام بعملية التحقق والفحص الذاتي. والبايوس هنا راح يبحث بعد ذلك طبعا يتأكد ان الهاردوير سليم. بعد ذلك راح يتم البحث عن الماستر بوت ريكورد او سجل الاقلاع الرئيسي. عندي بعد كده المرحلة الثانية اللي هي الماستر بوت ريكورد الام بي ار. سوف يقوم بالتحميل ورح يتم تحميله. وايجاد الفوليوم بوت سيكتور. اللي هو السكتور الخاص بالاقلاع. الام بي ار سوف يجد قسم القرص الصلبة الذي سوف يتم من خلاله الاقلاع. ويبحث بداخل الانتي بوت سيكتور. وبعد ذلك ينتقل الى الخطوة الثالثة. الام بي ار راح يحدد ملف النظام. اه ويقوم بتحميل البوت مانيجر. والمعلومات الموجودة في البوت سيكتور راح تسمح بتحديد قسم النظام وتحميل الملف في داخل الذاكرة الرام. الخطوة الرابعة. اللي هي البوت مانيجر. سوف اه يرى ما اذا كان في حاجة للملف الوين ريزيوم دوت اي اكس اي ام لا. طبعا راح يكون في حاجة اليه مثل ما ذكرنا لو كان هذه الجلسة استئناف لجلسة سابقة. ان انت مثلا تركت الويندوز والجهاز بدون عمل حتى اه تم اغلاق الجهاز. فلما يجي شغل الجهاز بيتم تحميل الجلسة اللي انت كنت اه يعني تعمل عليها اخر مرة على الويندوز. اذا لم يكن اه اه يعني جلسة استئناف لجلسة سابقة. انت قمت باغلاق الجهاز. فعندها لن يتم طبعا تحميل الملف وين ريزيوم دوت اي اكس اي. عندي بعد ذلك الخطوة الخامسة. اللي هي ان البوت مانيجر سوف يقوم بعملية البي سي دي. بعد كده الخطوة السادسة. البوت مانيجر راح يحمل ويشغل الملف اللي هو الويندوز لوت دوت اي اكس اي. الخطوة السابعة واللي هي ان الويندوز لوت دوت اي اكس اي سوف يحمل الانتي اوسكار ان ال دوت اي اكس اي. ومن ثم ال اه ال ال اتش اي ال دوت 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 اه انتي اوسكار دوت اي اكس اي. راح يحمل ال اوس اي كيرنل. النواة التشغيل الخاصة بنظام التشغيل. وايضا راح يعرف بين اسم النظمة الفرعية التنفيذية والانظمة الفرعية التنفيذية هي البرمجيات اللي راح تقوم بتحليل السجل للحصول على معلومات الاعدادات والبدء بالخدمات والتعريفة التي يتم الحاجة اليها. عندي الهال دوت دوت دل تفاعل الاتصال فيما بين نظام التشغيل والقطع الهاردوير او المادية المثبتة على جهاز الكمبيوتر. عندي الخطوة الثامنة راح يتم تحميل الريجستري اللي هو الاتش كي دوت لوكل ماشين سيستم. ويتم نقل التحكم الى الانتي اوسكار ان ال دوت اي اكس اي لاتمام عملية التحميل. وهذه العملية تتعى بآ وين اه تنو وثلاثين كي دوت اه سيستم. ومدير جلسة العمل هي الخطوة التاسعة وهي انه يتم تحميل الويندوز لوجين دوت اي اكس اي وفي هذه النقطة راح يتم اظهار شاشة تشجيل الدخول واذا كانت هناك مساطقة يعني كلمة سر واسم مستخدم سوف يتم طلب ادخال اسم المستخدم وكلمة السر وبعد ادخالهما بالشكل الصحيح يتم نقلك الى سطح المكتب الخاص بالويندوز كانت هذه الخطوات التسعة اللي تتم اثناء تشغيلك لجهاز الكمبيوتر واللي هي تعتبر خطوات اقلاع الويندوز لكي يعمل امامك ويظهر لديك في شاشة جهاز الكمبيوتر هذه الخطوات التسعة تتم خلال التقائق اللي بيستهلكها نظام التشغيل لكي يقلع ويعمل طبعا زي ما احنا شايفين الفكرة هنا المهمة انه ان الويندوز عندما يتم تشغيل الجهاز بيعتمد على عدد من الملفات هذه الملفات تدعى بملفات الاقلاع اقلاع نظام التشغيل واي ملف من هذه الملفات بيحصل فيه مشكلة من خلال حذفه او التغيير فيه فعندها الويندوز لن يقلع طبعا عملية حذفه مثلا ممكن تتم من خلال انك تحذف ملفات الويندوز من غير قصد او انك تعدل عليها من غير قصد او ان يكون عندي فايروس نزل على الجهاز قام بالتلاعب بهذه الملفات فاي تلاعب فيها او حذف لأي جزء من ازاها راح يؤدي الى ان نظام الويندوز لن يقلع الى هنا نصل لنهاية هذا الفيديو كان معكم حسن مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته